السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا بنات ويا امهات النهاردة جايبا لكم نصيحة لكل اخت حامل طبعا في مشكلة بتحصل لنا عند دخول الشهر السابع او في يعني في ناس بتحصل لها في السادس لكن انا المشكلة دي حصلتلي في الشهر السابع وهي حرقان اللي بيجي في السدري ده اللي هو بتحس كده احساس غريب خالص كده نار طلعة من معدتك على سدرك كده بيبقى زي حمودة مع حرقان مع حاجات كده تبقى مش متحملها بجد وزورك بتحس فيه بحرقان يعني انا الفترة دي بجد بتعدي عليها من اصعب المراحل اللي بتعدي عليها في الحمل وهي الحرقان اللي بيطلع من المعدة على السدر وهو ان الطفل بيبقى ضاغط على المعدة وضاغط على القولون وضغط على كل حاجة فبالتالي المعدة بتطلع كل اللي فيها على السدر ده طبيعي جدا جدا وليه حلول عادية في البيت وليه حلول زي الأدوية اللي انا جايبها دي بس انا بجد بجد يعني وعن تجربة لرابع مرة انا مبرتحش غير على ده ممتاز يا حبيبي جدا جدا يعني فوق الوصف بجد بجد فوق الوصف بمجرد ما بتاخدي غطة واحدة انا باخد غطة منه بحس ان ما فيش اي حاجة وبرضو الرانية لو مش متواجد عندك ده هيبقى الراني حلو جدا جدا تمامي حبيبي قلبي حاجة كده بتريح السدر جدا جدا ويا ريت نبعد بقى عن كل مثلا التوابل الزيادة المش طبعا الناس اللي بتبقى غرقانة في المش زي طول الحمل والرنجة والحاجات الحدقة والحاجات اللي زي دي والتوابل الكتيرة والاكل الهند المبهر والحاجات دي يا حبيبيبي بتعمل حرقان جامد فاحنا لازم نرشد الاستهلاك شوية في موضوع التوابل ده وموضوع الحاجة الحادة تاني حاجة لو انت مش متواجد عندك الحاجات دي ممكن ايه ممكن لبن سائع اللبن اللي هو بخيره او جهينة او الكلام ده يمشي حاله برضو وهيريح سدر الجامد بس ده بيبقى حل مؤقت ومجرد ساعة او اتنين وبييرجع التعب تاني لكن العلاج ده حبيبي جبار للهضم بطريقة فضيعة يعني ملاقيتش حاجة احسن منه وده بتسعة وعشرين جنيه مش غالي وبيقعد معاك فترة طويلة يعني ممتاز جدا جدا خدي منه سكرين وهاتي منه هيريحك بجد والفوار الراني حلو بس مش بيعمل معاك مفعول على المدى الطويل يعني ممكن اليوم كله اخد مثلا اتنين تلاتم الفوار الراني ده اه لأ طب وليه انا باخد غطى واحد بس بعد الغدا او بعد يعني اما تحسن في حرقان بتاقدي بتبقى زي الفل والموضوع بيبقى سهل ويسير عليك جدا جدا وربنا يقومك يا رب بالسلامة والكل حامل جديد والكل ام هتكون لأم الاول مرة الف مبروك وربنا اقومك بخير يا رب وربنا يرزق كل مشتاء دعوة رب العالمين ويا رب اكون فتتكم بحاجة بسيطة اوي اوي هي معلومة بسيطة بس ما حبيتش ابخل عليكم بيها وحبيت اقول لكم ان تجربت مع دا جدا جدا حلو جدا وهيرياحك صدقاني بجدو عن تجربة وجربي وبكتبي لي في التعليقات ولو حاب تتابع سنسلة قلبي مامي وتلاقي فيها كل اللي خص البيبي من لبس وكل حاجة عن البيبي انزلي تحت اسفل الفيديو في صندوق الوصف هتلاقي رابط كل الفيديو هات بتاعت انسلة قلبي مامي ويريد تشرفيني لو انت اول مرة تشرفيني في القناة دوس اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد لو عجبك الفيديو دوس السلام عليكم ورحمة الله